ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اكيد عايزة مني حاجة تاني لا لا مرسي قوي ماشي مع السلامة ناصب بينا تكور برا وعايزي قبل حضراتي خليه تفضل على طول على فكرة ناصب بينا هضيف دف مين انا مش قادرة صدق ان فادي ده بيعمل كده اللي كان يشوفه هو بيترجاني اكلمك يرجع الشركة عند هبة ميقولش ان ده يعمل العملة السودة دي واضح انه كمل اكتبها مع حد يا ساعد بيه خير يا ساعد بيه للاسف مش خير يا ساعد بيه الموقف كده هيبقى صعب على هبة هنم طب ما تفهمني هيبقى صعب ازاي موت فادي هيخلي هبة هنم هي المسؤولة الوحيدة في قضية التأشيرات ده غير انه ممكن يتهموها بالله حسنا هيتهموها ازاي فيه وهي مش بصلحتها انه يموت الزبط اللي مسك القضية بمجرد معارف في حكاية موت فادي جي هنا الاسم ودخل الزبط النبطش وبلغوا ان فادي كان خايف ان يحصلوا حاجة على قدين عيلة الدالي بسبب نفوزها يعني ايه هتلمخوا الحكاية ويلبسوا الهبة ساعد خير فيه طبعا صعبة سيبك في ظرف زي ده بس الحقيقة ان المجموعة لازم يبقى حد من هنا موجود فيها فيها اوراق مهمة لازم تتمضي النهاردة فمعلش انا مضطر امشي اتكي على لد قلبي عندك يا ساعد عن اذنك لا طبعا مش هيحصل مستحيل الوالد ما بيطلقش منك المستحيل يا مادام داليا الوالد كل غرض وتصحيح الاوضاع الخطئة وانت باي حق بقى بتدخل بيني وبين الوالد ولا انت جاي معه عشان تتكلم بنيابة عنه ما تتكلم يا بابي يا بنت احنا بقينا في وضع حارق جدا في السوق عشان عايشة هنا لوحدك وانا ماليوالش يقولوكو اصلا ما كل راحب موجود في السوق بالطريقة اللي تريحه وبعدين بقى انا مفيش حد بيتحكم في حياتي ما حدش بيتدخل في حياتك احنا من رعي مصالحنا ومصالح الوالد في السوق مش عايزين حد يلسن علينا لمجرد وجودك لوحدك وانتي مطلقة الناس تقول ايه على والدك لحد كده والكلام خلص والمقابلة كمان انتهت انت كده بتطور دينا يا بنتي اهلا وسهلا بيك يا بابي في اي وقت لوحدك او ما حد يكون عارف كويس اوي هو بيتكلم مين وبيتكلم معاه في ايه ما تخليش عندي يركب دماغك وتعدينا اتفضل اطلع بره ووفر تهديدك ده للناس اللي بتخاف منك او بتعملك حساب وعمل انت بقى في حسابك حاجة لو شفتك في الشركة هنا تاني او حد لمحك قدام الشركة هنطلب لك البوليس انا عسفة جدا الفلبي في دف تاني جليل حضرتك بره دف مين ايه صباح الخير يا مدام نايا اهلا يا ناصر بيه مكتب منور اتفضل لا الحقيقة انا مش جاي عود انا جاي بس بلغك بان الباشا الكبير عاوز يقعد معك اه قوي قوي طبعا امتا هاستنكي نهاردة في القتل ساعة تسعة مساءا ياريت ما تتأخريش عشان الباشا موعده مظبوطة لا بلغ ساعدتوني هكون عنده في المعد بالثانية تمام ساعد بيه احنا هنا عشان نفذ القانون مش عشان لفقتهم لحد سيادة المأمور انا عارف دا كويس بس انا عايز الفت نظر سيادتك للموقف العدائي الغير مفهوم اللي واخده سيادة النقيب اللي مسك القضية مفيش موقف عدائي ولا حاجة انت عارف ساعدتك همس الشباب ودي اول قضية كبيرة يمسكها من ساعة ما تناقل اسم هنا على عيني وراسي بس بنت ما تبقاش ضحية ساعد بيه ساعدتك عارف خطورت الموقف دلوقتي خصوصا ان هيبة هانم كانت ضحية تخدع عمالها فادي ربنا يسمى بها احنا بنتبع الى قضيتين دلوقتي وفيه تعليمات على اعلى مستوى عشان نعرف مين اللي ضرب النار على فادي ربنا معاكم احنا هنفضل جنب بنتنا لحد الحياة مدبان شكرا اللي واد سيادتك عن اذنك سيادة الليوان اه يا ساعد بيه فيه حد في المستشفى عشان لغور فتاني مخرجت اه عاصر موجود هناكو معا افراد الامن ومنتظرين او ارسعتك متقلقش كل شيء متأمن اما بحقاوا في ايدي كله جوت انا حاخد الاذن وشوف الحكاية هترسع ليه بعد اذن ساعدك انت هتفضل مدر معنا الطعام ما تكبريش الموضوع انا بس مليش نفس افكر يعني مهر اهم عندك مني ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده فضل ازاي وهو مقصر على حياتنا وبعدين انا ما انفصلتوش انا كل اللي عملتو اني حدقت اختصاصاتو ناشوة انت مش مضطرة انك تدافع قدامي عن قرار خطيف املاكك المستشفى دي بتاعتك وانت صاحبة القرار النهائي فيها انا بس اتفاجئت بالقرار قبل من نتكلم فيه انا شخصيا ملكك خلينا نتكلم في الموضوع ونخلص ناشوة حبيبتي انا مش عايزك تفهم الموقفي غلط اكتر من كده انا لما جبت ماهر ده المستشفى كان هدفي ان هو يساعدك ويشيل عنك عشان تتفرغ لي رسالة الدكتوراه بتاعتك كنت مشفق عليك لانك موزع مجهودك ما بين البيت ورسالة الدكتوراه وبين المستشفى انا عارفة كده ومقدراه جدا لكن ماهر دايما افكاره بيبقى فيها تلاعب بالقوانين فقول تأمن نفسي تلاعب بالقوانين اه انا منكرش ان انا اول واحدة كنت فرحانة بالتوسعات بتاعت المستشفى لكن اكتشفت ان ماهر دايما بيبقى وراه غرض غير الغرض الحقيقي انا كل همي ان انا اشف المرضى والخير انما هو عاملها تجارة صدقني لو هو قال لي اي اقتراح انا شايفاه مفيد ومراهوش اي غرض هبقى اول واحدة منافيده ارجوك تقدر موقفي انت عارف زعلك غلي علي قد ايه حبيبتي انت اغلى حاجة عندي في الدنيا مش هسمع لأي حاجة في الكون انها هتحكر علاقتي بيك في يوم الايام طيب هنفطر بقى نفطر هبقى هبقى في المال هبقى في الشركة ماردناش اقول لها انا حضرتك تعبين ايام انت عارفة زروف هبقى الصحية مكي حسن بايته عندك ايه اه لا افدا اصلا حسيت الفترة الفترة ان وفاقك انت مضايقة شوية لشان ام حضرتك عارفة اني زروف اذهم وطعب وشغلت مع غصبا عني فقلت لجيب حسينيلا مع شوية غيره لسه انتكت التحليل مجاتش حضرتك بس مستعقلة على ايه مش نتطمن عليك الاول اذا رجع بيتي بقى مش هايزة هيبه تحس بحاجة كفاء اللي هي فيه طب حضرتك عارفة بقى ان عام ابراهيم هنا من مبارح ومش هايز نمشي ولا سيب المستشفى خلا ما يتطمن على حضرتك صاني العشرة خلي اطول ثانيا احدا حيبق بين ايديك عام ابراهيم فاطح ستة ونفت الحمد لله على سلامتك شدة وتزولي ان شاء الله ان شاء الله يا عام ابراهيم ولو ان فيش هداية ماه مازالت بسيط مكان هجرح ما بيروحش ابدا الموضوع كله بحول عني انا بقولي ان احنا نسبة على اناك علشان لما هيبهاني تحيفة كتير في نفسيك لو سمعكم اواملك ابنت اعايز اعطيك بس كده انها ثاني بعد في حاجة سعد بي السيطة دي انا شفتها قبل كده ستة مين انا الموناماتي حرم فادي جابر اللي مات النهاردة السبعة قدام الاسم عندي معلمات مهمة قوي ولازم حضرتك تسمعها اتكرت سمعت اواملك سعد بيهاني انا سعد بيهاني بلنا اخذ النظام تعز يشوفه ضروري اواملك باشا خير يا ابني ايوا فادي سعد بيهاني انا عايز اعطي حضرتك ارجوك يا فادي ارجوك خليه يدخل طب ومال سعد بيهاني ومال انت عايز تقوليه في القضايا حضرتك هتعرف كل حاجة دلوقتي لما سعد بيهاني خليه خش يا ابن حضر يا باشا افضل يا سعد بيهاني افضل السراعة سعد بيهاني افضل السراعة سعد بيهاني سعد بيهاني ارجوك ما تقولش اي حاجة انا كاي النهارته عشان رايح تم يالي واجيب حق جوزي من اللي اقتله وعندك فكرة من اللي اقتل متهمة متحة الحلواني متحة الحلواني ايه ده انت واضح انك تعرفه انت كمان اساعد بيه متحة الحلواني كان جوز من تيابه تماما كملي ما سملك فادي كان عندني الزرف ده قالي لو جرى لي حاجة لازم تسلمي للبوليس الله يرحمه كان قلبه حسن وحجرة لوحادة هو بيتدامي تفكرني بزرف تفكرني اعترف انا فادي جابر عبد الرقوف وبكامل قراطي ودون اكراه من احد انني شاركت السيد متحة الحلواني فيما يلي تماما. بقولي باما أنا هضم الظرف ده الملف القضية بس بقى بان الجات رايح ضميرك زي انت ما بتقولي وانك عندي خلفية مسبقة عند الجوا الظرف ده فانا هينيني بقى أعرف الحقيقة كاملة ومن الأمر تحت أمرك بعد مهيبا هنم وفصلت فادي من الشركة رجع البيت تعبان أما فيدي القاعد في التعب ده كتير وبعد ما فاق كانت شغل حالته النفسية كانت وحشة قوي فادي قاعد في البيت فحلة وحشة ساعتها بقى متحت الله الدام منه يا ربي الدام منك يا متحت يا ربي جل فادي البيت وابتدأ يأثر عليه وطبعا لأنه كان يعرف فادي من زمان حضرتك فادي هو اللي عرف متحت على هبة هانم عشان يعمل معها شغل في الشركة إله يا ربي ينتقل منك يا متحت طبعا فادي كانت حالته سيئة جدا مكنتش عارف يعمل ايه هتفضل تأكل في نفسك لحد ما تموت وتسيب عيالك في الفقر مالحال من بعض احنا الاتنين ضحايا لهبة الدالي بس انا ما سبتش الحزني تلني وشل تفكيري رغم ان سعد الدالي خرب بيتي ومضاني على كل فلوسي اللي بشتغل بيها في السوق وخلاني يطلق اهبة بالعافل انا قررت بقى ان انا انتقم من عيلة الدالي وعشان الصداقة والصحوبية اللي بقلنا هخليك انت كمان تنتقم من هبة مش كده بس هجبلك خمسين الف جنيه تعويض عن اللي حصل لك يعني هندرب عصفورين بحاجة بواحد هندمر مستقبل هبة الدالي ونقمن مستقبل ولادك بتقول ايه؟ ركز معايا يا فادي الخطة اللي في دماغي لو مشت مظبوط هتعيش مسراح لعمر كله فدي المتحط ورا فادي لحد ما دمنوا هيشاركوا في الخطة اللي رسمها وفي الاول قعدوا يرقبوا الفيلا بتاعتنا الشوهان مراد حسن بيه اللي يرحمه عشان يلاقوا الفرصة اللي يغتفوا فيها الولد ويحرى وقالب سعد بيه عليه لحد ما يارفوا يستفردوا بالولد الصغير دخل فادي القودة وجابه ومتحك المستنيبر اشتركوا في القناة الولد من كترة البكة والرعب نم غطيت وخرجت ساعتها بقى سمعت بقيت الاتفاية الولد حيفضل عندك لحد ما ساعد الدالي يرجعلي فلوسي ادي لك منها لخمسين الف جنيه وبعدين يرجعلي الولد اما بقى في اللي يخصك مع هيبة الدالي فكل اللي عليك انك تطلع على رفق عزيز تتماسكن له وتحكيله على ظروفك الصعبة وما تنزلش من عنده يا فادي غير لما راجعك الشغل عند هبة تاني يعني ايه يعني الولد اللي جوه ده مخطوف اهدي يا مدام عشان تعليكي جزء مهم عوي في الخطة فادي بيها هشرحولك لما انزل عشان ما يصحش احضر كلام سر بنزوج وزوج يعني بس انا مش ممكن اعمل كده موناء انا هشرحلي كل حاجة بعدين كمل اميتها بعد ما ننفذ الجزء الاول من الخطة وتكسب ثقة هبة دالي وترجع تشتغل معها هقولك ازاي تدمرها المهم دلوقتي ان انتوا لازم تخلي بالكم الولد ده ده مهما كان ابن ناس وملوش زنبف اللي حصل بينه وبين اهله ها يلا يلا اصبع على خير انت زاي تلغي عقلت وتشارك في جريمة زي دي يعني عجبك اللي حصل انت نسيتي هيبة دالي عملت فينا ايه كل المصائب اللي عشناها الفترة اللي فاتت أنا وانتو والولاد كانت بسببها وافرد انها زلمتك تقوم تخطف طفل صغير مالوش زم تمندر ولادنا احنا مش هنقذي الولد في حاجة الولد هيعيش معزز مكرم وسط ولادنا لحد اهله ما ينفزوا المطلوب منهم وبعد ما ناخد الفلوس هنرجعه لهم سليم زي ما هو وافرد بقى ما دفعوش وعاندو الولد حيرجع حيرجع صدقيني انا اضمن لك الحكاية دي احنا العصابة ولا قتلين قتل علشان نقذيه احنا هنرجعه لهم بمجرد ما ناخد الفلوس وبعدين ساعد الدالي حيدفع حيدفع لانه روحه في الولد ده ولا يمكن يضحي بيه حتى لو ضحى بسروته كلها علشان يرجع لحضنه تاني وافرد تردى تردى ان انا ولادك نعيش بفلوس حرام تردى اننا كده وهو اللي حصل لنا على قديها ده مش حرام ولا انت نسيت الديون اللي اتكومت علينا من يوم ما قعدت من الشغل يا مونة ولادنا بتكبر ومصارفهم بتزيد وانا مش عارف اركز في اي شغل انا من ساعة اللي حصل لي ما حدش فينا اشتكى واستحملت انا ولادك الفلوس اللي حتيجي دي حقنا مليون في المية بعد اللي حصل لنا على دين هبة الدالي وانت لازم تساعديني احو دالي ناقص كمان عايزني اساعدك في نسيبة زي دي وجودك في الحكاية والتليفونات اللي حتعمليها حتحيرهم وتخليهم يتشتتوا وما يعرفوش وصلونا استحالة امش انت ورشطانت زي ما انت عايز لكن انا لا استحالة اعمل كده ثانية واحدة الكلام ده مش مظبوط تنكرى ان انت اللي كنت بتكلمي في التليفون كل مرة وانت اللي حددت المعاد وانت اللي قابرتيني في الجنينة فاخدت مني الفلوس حاصل مانجرش ازاي عايزانا نصدق انك بريئة او ملكيش دعو بالحكاية اذا كنت انا بنفسي اللي بسلمك الفلوس انفدرك يا ساعد بيه سيبها تكمل كلامها واضح انها لست مخلصتش كلامها انفدلوا اي دائما نسمحك ساعد بيه لو حضرتك تفتكر كويس احنا ما كلمنكش موضوع الفاتز يديب على طول كلمنك بعديها بكام يوم في الكام يوم دول بقى مبحت الله ربنا ينتقم منه قاعد يزن على بمخفيدي حاول حياتنا الجحيم اقولوكو ايه الحكاية مش اتفاق عيالي الولد عندوكو هنا بقالو كام يوم واكيد الجيران شافوه والهاني المراتك بتفسحه لو ما كملتوش معاي اللعبة للاخر هطلع من هنا على ساعد الدالي اقولو ان انا عرفت مكان الولد بالصدفة وساعتها انت والهاني المراتك هتلبسوها وانا هطلع في نظره بطل قومي ومش بعيد يرجعلي فلوسي وانتو الاثنين هتروحوا في داهية ولسه جبايتها بقولك ايه ماداما ما تستاديش في المياه العكرة وتقع بيني وبين صاحب عمري انا كوني اللي اقصدوا ان الحكاية جات كده وما ينفعش تكمل غير كده الولد الجريد بتكتب عنه كل يوم وبقى قضية رأي عام يعني لو البوليس وصل لنا تعبنا هيروح على الفشوش وهنروح كلنا في داهية باختصار احنا كلنا في مركب واحدة يتوصل بنا لبر السلامة والغنى واحنا مع بعض يا تغرق في السكة وساعتها انتو الاثنين هتترموا في السجن وولادكو هيتشرادوا قلتوا ايه كان المفروض اعمل ايه اعمل ايه ومتحت حتى تسكنتو عرقبة ولادي وجوزي وكملت الخطة معاهم قبلت ساعد لي واخدتوا نصبكم من الفادي هو فادي طبعا رجع الشركة وطبعا كان التأشارات الحج المضروبة هي الخطة اللي رسمها متحت لفادي عشان يوقع بنتي في المصيبة اللي هي فيها حصل حشان فادي اللي يرحمه كان قلبه طيب وحقله ملوش في الشر زي متحد غلط غلط وماضى على التأشيرات مع مدمهبه وبكده تورد في القضية ولما اتصل بمتحد متحد طمينه وقاله انه حيجيب له محامي عشان يساعده الايه في القضية وكانت القضية متقفلة من ناحية دي فاختار متحد الحل السهل قرر يقتل فادي على اعتباره ان الشاهد الوحيد عليه في القضية وبالمرة كده في السكة يورط هيب الدالي فاتلي فادي فادي يا عمرو ما امن لمتحد طول عمرو كان خايف من ندالته خصوصا زي ما قلت لحضرتك انه جنى البيت وقعد يهددنا ساعدها فادي خايف وكتب كل حاجة يعرفها في الورقتين اللي قدام حضرتك دول لدي حاجة ناسولها لا هذا وقد أمرنا بتحويل مونة مهدي للنيابة للتحقيق معها فيما قدلت بيه كما أمرنا بعادة التحقيق مع هيبا ساعد الدالي للتحقيق معها في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت كما أمرنا بسرعة ضبطة وإحضار مدحة الحلواني وذلك لموجهته بالتهم المنسوبة إليه أستغذينك مدام هنا أمضتك بس على الأطبال ركيحة التصاد انتو لازم تقبود عليه قبل ما يهرب انا مش هايزة حق جوزيديا هيحصل هيحصل تطميني بعد الخدمة العظيمة اللي قدمتها النهاردة مش هايغب عنينا كتير قوي ألف مليون مبروك على فرات هيبا هاني مساعد بيه في حظ خدمها وإلا كان زمانة متهمة في أكثر من مليون قضايا الحظ ماليوش دعوة بأخلاق الناس اللي بقت تحت السفر ممكن أخد هيبا بنتي ورا واحد إن شاء الله ترجع طبعاً مع حضرتك من النيابة بس إذا بعد ما يستوفوا مع التحقيق بشكل كامل